حذرت منظمة العمل الدولية من أن تدعيات فيروس كورونا ستكون مدمرة على الوظائف والإنتاج حول العالم لسيما في قطاع السياحة والسيارات مؤكدة أن سوق العمل يواجه أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية وشددت العمل الدولية على أن هذه الصورة القاتمة لا تعني بأي حال من الأحوال أن العمال يجب أن يعودوا لمزاولة أعمالهم إذا لم تؤمن لهم شروط السلامة كاملة